أربع سنوات مضت على الحجرة القسرية التي تعرض لها الإخوة العراقيون في وطنهم ولجأوا فيها إلى الأردن بعد هذه السنوات ارتاء شبابهم وشاباتهم إقامة هذا المهرجان الفني الذي يعبر عن همومهم وأحزانهم لهذا التهجير الذي تعرضوا له بسبب الإرهاب اجتمل المهرجان الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجس للروم الملكيين الكاثوليك الفحيص ورعاه قدس الأرشمندريت بورس حداد بحضور النائب الدكتور فوز الطعيم والدكتور باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وأعضاء السفارة العراقية ورئيس وأعضاء مجلس بلدية الفحيص وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات الرسمية وجمع كبير من المهجرين والمدعوين اجتمل على العديد من الفقرات المؤثرة التي تحكي معاناة الأشقاء وتعكس أمنياتهم بعودة السلام إلى العراق وبقية الأقطار التي تفتقد الأمن والسلام موسيقى بدأت فعاليات المهرجان الذي أشرف على إعداده وتنظيمه الفنان العراقي هدي الكوزة باستقبال شعلة السلام تلاها تقديم أناشيد وطنية وتراتيل دينية وقصائد شعرية وفقرات غنائية ومسرحية متنوعة نريد رغم الألم التي نعيشها لدينا بسيط أمل نريد أن نوصل للعالم نريد أن نعيش بحب بسلام بإنسانية رغم كل الظروف والمواهب التي لدينا لازم نطلعها إن كان شعر إن كان غناء إن كان ترتيل إن كان مسرح أي شيء الفن هو أجمل شيء بالحياة وأكيد هذه الفكرة خليتها أني بالي من سنة تقريبا تنشتغل بهذا الموضوع ونحن نشكر النورسات التي هي دائما تغطي كل مشاريعنا وكل أعمالنا تعالى واسكن لنا نفينا أنت العين أنت فادينا تعالى واسكن لنا نفينا أنت العين أنت فادينا شمس دمور الديام وقيله بالفليل والعين يوهد نور يا الله مو هذا كلامك يومانية ليش اتعقلت يومان العصر فات وبدلت تأصر بروح المغربية هلاهد تر الصدري وبيدي جغلية وهذا لعبكم وحبكم إنه خلانا أن نبتم هذا الشيء أكيد ما ننسى نشكر الأردن ونشكر كنيسة في رغم الكاتوليين وكل الكنائس وهنا قول سيليفات قلبة وشكرة وكنيسة وقاعدة في كل المجالات وألقى راعي الحفل الأرشمندريت بولس حداد كلمة أشاد فيها بفكرة المهرجان معتبرا هذا العمل ليس بجديد على أصحاب الفن والصوت الراقي من أبناء العراق الأصيل معا نحو السلام هذا صرخة الشباب اللي حضروا بإمكانيات كتير بسيطة وإمكانيات كتير محدودة ولكن حتى يحكوا للعالم بكفين دماء بكفين حروب بكفين دمار يكفي يكفي وهذه ربما تصلح لصرخة لتكون للشرق الأوسط كله السوري والمصري واليمني كل البلاد اللي اتدمرت واللي صار مفقود تفتقد إلى السلام صرخة أكيد من قلب جريح ومن قلب متألم ومازالوا مهاجرين الأردن هو بلدنا الثالي اللي فتح أبوابه أبانه الكنيسة الكنيسة الأردن أيضا هي كنيسة مثالية نحن معنا كنارس من أردن فكل الكنيس الأردن هي كنارس الأخوة والأخوات العراقيين في الفحيس وفي الأردن هم أصحاب البيت ونحن الضيوف لا ننسى تاريخ العراق قديمه وحديثه ولا ننسى مواقف العراق العظيمة مع الأردن في أيام كانت صعبة فهذا الجزء قليل قليل وقليل جدا من رد الجميل لهذا الشعب العراقي العظيم أخوة لنا وأخوات ونحن سعيدين جدا بأن نشعرهم ولو ب صورة قريبة من واقعهم نشعرهم بأنهم في بلدهم ومع شعب شقيق لهم ونشعرهم بأن ما يصيبهم يصيبنا وما يصيبنا يصيبهم نحن شعب عربي واحد وفي ختام المهرجان الذي تخلى له تقديم فقرة غنائية تراثية للفنان العراقي رائد حبيب جرى بمشاركة الدكتور السمعان توزيع الهدايا على القائمين والمشاركين في هذا العمل الفني إلى جانب التقاط الصور التذكارية كما قدمت طفلة عراقية زهرة السلام إلى راعي الحفل الأبوز حداد ترجمة نانسي قنقر